فبعد الفحوصات اللي كشفت عن تطابق مواصفات الجزء اللي وجدت بالبحيرة مع نايا ريفيرا أعلن رسمياً وفاتها غرقاً عن عمر 33 سنة ورئيس شرطة مكتب مقاطعة فينتورا أكد أنه ما في أي أثر لوقوع جريمة أو عملية انتحار إنما قال خلال المؤتمر استخدمت ما يكفي من الطاقة لإعادة ابنها إلى القارب ولكن ليس بما يكفي لإنقاذ نفسها ومع أنه رجال الشرطة أعلنوا أنهم فأدوا الأمل أنهم يلاقوها على قيد الحياة إلا أنه هالخبر كان صعب كتير على أفراد عائلتها وزوجها السابق راين دورسي اللي فينا نقول إنهم نهاروا فور إعلانه وحتى هالخبر كان صعب على الوسط الفني لنعوها بكلمات مؤثرة على السوشيل ميديا وعبروا عن حزنهم الكبير بفقدانها أبرزهم كان ديمي ليفارو اللي كتبت بما معناه ارقدي في سلام نايا الشخصية التي أديتيها كانت مهمة جداً بالنسبة لعدد كبير من الفتيات المتحفظات مثل وقتها وكانت طموحاتك وإنجازاتك ملهمة لنساء أمريكا اللاتينية في جميع أنحاء العالم وريكي مارتن نشر صورة بتجمع معنايا وكتب بما معناه ذكريات جميلة ارقدي في سلام وفريق عمل مسلسل قلي اللي فينا نقول أنه كان أهم عمل بمسيرة نايا اجتمعوا مع بعضهم كتريبيوت إلها بمشهد مؤثر على بحيرة باريو كأنهم عم بيودعوها بنفس المكان اللي فارقت الحياة فيه وعمليات البحث عن نايا أخذت حوالي ست أيام فقصت اختفاءها بدأت من بعد مقام رقم مجهول بالاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة فنايا بها اليوم قامت باستئجار قارب وراحت برحلة صغيرة بالبحيرة مع ابنها خسيه وهذا الفيديو اللي مدته 15 دقيقة بيثبت وصولها للبوت على كاميرات السي سي تي في فبعد الساعة الخامسة من بعد الظهر عثر على ابنها خسيه نائم على البوت لوحده بدون وجود نايا وباشرت فرق الإنقاذ فورا بعملية البحث ومن الطبيعي إنه يتم استجواب خسيه لمعرفة أي معلومة ممكن تساعد وقال إنه كان عم يسبح مع والدته لكنها ما رجعت وخسيه هلأ موجود مع والد راين اللي تم الانفصال بينه وبين نايا عام 2018 وآخر بوست نشرة نايا على السوشال ميديا كان عبارة عن صورة إلها مع ابنها وكتبت بما معناه نحن الاثنين فقط